السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نقدم تشكيل المتوقعة لأسود الأطلس والمنتخب المغربي في المباراة الثانية وفي الجولة الثانية من دورة مجموعات لموضوات كأس العالم المباراة سوف تجمع بين أسود الأطلس والمنتخب البلديكي في دورة المجموعة للجولة الثانية يوم الأحد غدا إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقدم تشكيل المتوقعة لألكوتش والدرق رغيب وقبل الفيديو في التفاصيل والدخول في سلموضو أكثر أتمنى منكم أن لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيكون جديد ونبدأ على مكتل عم تشكيل فاية كالأتي وأغلب المغاربة تتوقع هذه تشكيل أن تكون أساسية طبعا حرصة مرمى فهو الحارث الأساسي والأفضل والذي قدم مستوراء هذا المتخب قرواتها فهو العنكبوت ياسين قنوم سوف يكون في مركز حرصة المرمى وهذا شيء مؤكد وطبيعي قد تضيف علينا الدهر الأيمان كذلك أشرف حكيمي سوف يكون في مركز الدهر الأيمان عانى قليلا من إصابة طفيفة لكن حسب المؤشرات وحسب الأخبار يقول أن أشرف حكيمي سوف يكون موجود في مبارس بلديكا إن شاء الله أما في الدهر الأيسار فهو غيب الدهر نوسر المزروي سوف يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام كرواتها ومن المتوقع أن يكون معوض نوسر المزروي فهو اللاعب نادي الوداد المغربي يحيى عضية الله سوف يتواجد في مركز دهر الأيسار قلبي دفاع يأتي القائد والكابيتانو غانم سيسو أمامه الشاب الصعيد المقاتل والمحارب نيف أكراد الذي قدم كذلك مستواجهين في المباراة الماضية ضد كرواتيا خط الوسط لدينا المحارب سوفيان مرابط واحد من أفضل نجوم الماثمين في مباراة كرواتيا كلاعب بارتكاز يأتي أمامه من المتوقع كذلك على الزد الأولى حين يكون أساسي على رغم أن مستوى في مباراة كرواتيا كان ليس بالمستوى الجيد وليس بالمستوى الكبير يأتي أمامه سليم أم الله كذلك متوقع أن يشارك سليم أم الله في هذه الشكلة الأساسية طبعا هذه توليتي خط الوسط وفي أي مكان المدريب والرقاقي أن يطرح تغيير بإشراك اللاعب عبد الحامل الصبير طبعا هذا هو وسط ميدان أما خط المقدم وخط الهجوم فهو بقيادة الماسترو حاكم زيج في الرواق الأيمان سوفيان بوفال في الرواق الأيصار على رغم أن سوفيان بوفال مستوى لم يكن مستوى جيد لدى كرواتيا لكن أتمنى له الزفق في المباراة القادمة في المباراة الثانية أن يكون في الموعد وأن يكون في القمة لأنه قادر على خلق الخطورة وخلق المحاولة وكذلك تجيل الأهداف أما مركز راس الحربة الكثير يتناقش على هذا المركز هل يوسف انسيري أم حمد الله أنا أتوقع كما توقعت في المباراة الماضية أنه سوف يشرك يوسف انسيري هذه المرة أتوقع أن يشرك يوسف انسيري كذلك بسبب أن يوسف انسيري سوف يعتمد عليه في السرعة وخط دفاع المنتخب البريجيكي باطئ لهذا أتوقع أن يشرك يوسف انسيري ما كان عبد الرزاق حمد الله طبعا هذه هيشكلة المتوقعة لأسود الأطلس في المباراة الثانية أتمنى كل التوفيق وأن يكون الأسود في يومهم وفي أدائهم المحهود ليقدم مستواجي ضد المنتخب القوي المنتخب الصعب ضد المنتخب البريجيكي ودو كنت مرينة أنا أستنى أرأيكم في التعليقات حول هذه الشيطة وما هي الخيارة سالمطروحة لدها الكوتش والمدريب والرقاكي فلا تنسى الاشتراك للفيديو سيكون جديد وشكرا من المتابعة وإلى اللقاء